علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشيل باب حصن كامل ويستخدم هذا الباب الضخم كدرع ضد العدو أغلبنا يعرف هذا الحدث لكن ما يعرف إش القصة وراها وليش حصلت هذه الكرامة لعلي بن أبي طالب ووين كان درعه في هذه اللحظات وهل هذا الباب فعليا تقيل لهالدرجة وكيف الصحابة رضي الله عنهم شافوا هذا الموقف العجيب في قصة اليوم 14 ألف مقاتل من خيبر من أصحاب التوراة اللي أنتوا عارفينهم يحوطون حول جيش النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان 1400 مقاتل من المسلمين فقط وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها متجه لخيبر نعم خيبر أقوى المناطق حراسة في الجزيرة العربية كاملة وهي منبع الفتن والدسائس والخبث كامل حتى إنها هي سبب الفتن بين قبائل العرب منذ الأسل وأكثر منطقة تآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في هذه المنطقة بالذات فيها مؤونة تكفي سنين طويلة حتى لو خلت الأرض من الأكل والشرب يبقى عندهم أكل وشرب وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الجيوش الضخمة وإش قصة حمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الباب كل هذا راح نحكيه بإذن الله في قصة اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم واجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم يا رب العالمي كيف حالكم؟ إن شاء الله نكون بخير واموركم إن شاء الله طيبة قبل ما نبدأ في قصة اليوم أتمنى أنك تروح تتابعني على السناب لأن في الأيام الجاية أحاول أني أضيف حلقة إضافية كل أسبوع فما أدري متى هذه الحلقة راح تنزل فروح تابعني في السناب عشان تعرف متى هذه الحلقة راح تنزل بس قبل ما نبدأ قصة اليوم لازم نعرف إش هي خيبر وليش خيبر بالذات هي المنطقة الغامضة وكيف تصميم خيبر في الأصل خيبر هي السبب وراء كل هجمات العرب ضد المسلمين عداوة باقي قبائل العرب ضد المسلمين كانت من تحت راس خيبر هي اللي كانت تحرض العرب ضد المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم فهم اللي حرضوا بني قريضة وبني النظير وبني قينقاح إنهم يخرجون على النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يوم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم اتجهوا إلى خيبر الكثير منهم اتجه إلى خيبر وخيبر كالعادة آوتهم أكلتهم وشربتهم وهم اللي أعطوا غطفان نص ثمارها بس عشان تعادي وتعتدي على محمد صلى الله عليه وسلم والأهم من كده هم اللي حرضوا قريش وتعلقوا بأستار الكعبة بل سجدوا للأصناع عشان يحزبون الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قد ذكرناها قبل كده بس وفوق ذا كله كانوا أشداء جدا كانت هذه المنطقة مليئة بالمقاتلين كلهم مقاتلين كانوا مشهورين بالرماة رمااتهم إذا رموا يصيبون وحصونهم من أشد الحصون في جزيرة العرب حتى إن أثارها موجودة إلى يوم كثير فكانوا مصممين حصونهم على شكل العرب أقواها حراسة أولها وأشدها هجوم أعلى فكانت محصنة بشكل قوي جدا كانت خيبر تحتوي على ثمانية حصون ويعيش في الثمانية حصون هذه عشرة آلاف مقاتل محترف وكلهم الدجاجين بالأسلحة وبالمؤونة المؤونة حقتهم تكفيهم سنين طويلة وكانت خيبر متحالفة مع قبائل العرب ومن هذه القبائل اللي متحالفة معاهم قبيلة خطفان واللي راح تدخل في غزوة اليوم طبعا غزوة خيبر طويلة جدا ومليئة بالأحداث والأحكام فيعني من الاستحالة إن راح نحكيها في يوم واحد أو في قصة واحدة راح تكون على أجزاء بإذن الله أما الشخصيات الأساسية في حلقة اليوم عامر ابن الأكوح رضي الله عنه وسلمة ابن الأكوح ولد أخوه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومرحب كبير خيبر وقائدهم هذه هي الأربع شخصيات الأساسية في قصة اليوم تذكروا والشيء الثاني اللي لازم نتذكره برضو إن بعض المنافقين في صلح الحديبية يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمر تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون بأن النبي راح ينتهر وكان في قلوبهم حب الدنيا لهم دخل في قصة اليوم بارا خذلك شي تاكله ولا تنسى تابعني على كل السوشيال ميديا خاصة السناب سيما ذكرتكم في البداية أكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك ومن دوم نطول بسم الله نبدأ في السنة السادسة من الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من صلح الحديبية كان الصحابة متحطمين من هذا الصلح كان في أنفسهم أنهم راح يعتمرون لكن كل هذا تحطم وفق ذا كل تم صلح فيه ظلم للمسلمين لكن الله سبحانه وتعالى واساهم بهذه الآية فقال الله سبحانه وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيمة طبعا هذه الآية خلت الصحابة رضي الله عنهم يسبشرون وتتحسن نفسياتهم وأيقنوا بأن كل اللي حصل هو تخطيط إلهي من الله وعرفوا بأن اللي حصل لهم خيرا فمرت الأيام إلين جات سنة سبعة هجر إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأنهم يتجاهزون لغزوة جديدة غزوة خيبر فعرفوا الصحابة بأن هذه هي الغزوة اللي وعدهم الله سبحانه وتعالى مغانمة كثيرة لأن خيبر مليانة مؤونة وذهب ومليانة بالنخيل مليانة بالخيرات يعني مغانمة كثيرة من كثر النخيل اللي في خيبر في منطقة اسمها الكتائب هذه المنطقة بس فيها أربعين ألف نخلة فلا كأن تتخيل كيف بتكون خيبر كامل بس كل الصحابة يعرفون بأن هذا الأمر ما راح يكون صعب لأن خيبر زي ما قلت قبل كذا مدججين بالأسلحة وفيها أقوى المقاتلين طبعا بعد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتجهزون جوق هذلاك المنافقين اللي يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة اللي في صلح الحديبية شافوا بأن خيبر فيها مغانم كثيرة وأن الوضع فيه فلوس الوضع مبلاش فقالوا أفا عليك حنا نخرج معك حنا الحين عضد أفا عليك يبغون السمن تعارفين ما يبغون نصرة الدين أبدا يبغون بس الفلوس فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم سيقول المخلفون سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذها درونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله بل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا فرفض النبي صلى الله عليه وسلم خروجه وأمر بأنهم لا يخرجون معهم أبدا ولا يخرج أحد في قلب حب دنيا أبدا لأن الآية اللي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى فيها قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعدبكم عذابا أليما اللي يخرج فقط للجهة لا يخرج معنا إلا شخص يقاتل عن عقيدة وهذا هو القتال الحقيقي اللي يحارب عشان فلوس ضعيف ينسحب بسرعة أما اللي يحارب عن عقيدة يكفيه أنه يشوف يظل سيف العدو الجن فما خرج ولا واحد من المنافقين أبدا وما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الألف والأربعمية اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت هم هذولاك فقط من الصحابة اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغسوة ألف واربعمية ضد عشرة آلاف مقاتل محترف بس من هم الأربعة آلاف الإضافيين هذولا؟ من وين جوا؟ هذا اللي راح نعرفه في القصة ألمهم أن ألف واربعمية ضد عشرة آلاف مقاتل محترف مدججين بالأسلحة يا ساتر وهذا دليل على أن اللي يقاتل عن عقيدة أقوى بأضعاف من اللي يقاتل ويكون فيها أمير يعني ولاه المدينة في غياب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حمارة وجملها وركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمارة وخرجوا الصحابة متجهزين للقتال يقول أنس بن مالك كنت أشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حمارة يصلي برأسه نافلة الصلاة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم النافلة برأسه وهو مسافر ومن هنا استنبط أهل العلم بأن من يصلي برأسه وهو مسافر في مركبته جائز المهم أن من اللي خرجوا للقتال عامر ابن الأكوى رضي الله عنه أظنكم عرفتو هذاك الشخص اللي كان سبب إسلامه الذيب عامر ابن الأكوى كان راعي غنم وشاعر ومقاتر شرس جمع بين هذه الثلاثة فكانوا الصحابة يمشون مع عامر ابن الأكوى وهم يعرفون بأن له في الشعر فقال واحد من الصحابة اللي يحبون الشعر أسمعنا من شعرك أعطنا أبيات فقال اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لقينا وألقينا السكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح يعولوا علينا وبدأ الصحابة يرددون هذه الأبيات بصوت عهد بدأوا يرددونها عشان معنوياتهم ترتفع فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرددون هذه الأبيات فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق يعني من اللي قال هذه الأبيات قالوا الصحابة عامر ابن الأكوى يا رسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله غفر الله له فين انصدموا الصحابة كلهم ومن اللي انصدموا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يترحم على شخص أو يستغفر له إلا مات يعني إن أجل قرب عامر بن الأكوع كان مقاتل شرس لكن مشكلته كان سيفة قصيرة تذكروا هذه المعلومة مزبوطة المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل ما بين حماره وجمله في يوم سمع عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يترحم عليه قال عمر بن الخطاب لو لا متعتنا بعامر إن كان مقاتل شرس عرف عمر بن الخطاب إنه راح يموت فالحين صار عامر بن الأكوع محط أنظار الصحابة ينتظرون نيش اللي رح يصير له قرب النبي صلى الله عليه وسلم للخيبر وكان وقتها ليلة قد أظرم الليل بس ما خيم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب اللي هي جهة المدينة لأنها كانت خيبر لها أربع جهات الجهة الجنوبية والشمالية والغربية والشرقية من جهة الجنوب كانت المدينة ومن جهة الشمال غطفان في النبي صلى الله عليه وسلم ما خيم من جهة الجنوب التف حول خيبر وخيم من جهة الشمال اللي هي جهة غطفان ليش سوى النبي صلى الله عليه وسلم زيه كده لأن غطفان كانت حليفة الخيبر فعشان ما تمد خيبر بالمؤونة والجيوش خيم النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر وبين غطف خيم النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الحصون عشان ما يشوفونهم ما يبقى الخبر يوصل لهم الحي فجلسوا الصحابة يناظرون في هذا النخيل الكثيف وهذا الحصون الكبيرة وكان وقتها ليلة فاقترحوا الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يغسون الحصون في الليل بس النبي صلى الله عليه وسلم رفض وكان سبب رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه نساء وأطفال وما يبغي يزعج النساء والأطفال ويرعبهم واشدخل النساء والأطفال في الحروب وهذا رد لكل شخص يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالسيف النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالعقيدة أتى بكلام الله وبعض الأشياء المهمة لابد أنها تفرض فرط فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة إن فيها أطفال وما لهم دخل في الحروب بس فجأة إلا برجل من غطفان رجل جاه من غطفان كان قد أسلح جاء بخبر عظيم للمسلمين قال للمسلمين بأن غطفان خرجت بأربعة آلاف رجل أربعة آلاف رجل من خلف المسلمين يعني صار أمام المسلمين عشر آلاف رجل وخلفهم أربعة آلاف فصاروا المسلمين في موقف لا يحسدون عليه فجالسوا الصحابة يتشاورون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان الغطفاني هذا بين الصحابة فشار الغطفاني هذا اللي أسلم بشورة قال أنا يا رسول الله أخدلهم عنكم هم ما يعرفون أني أسلمت أروح وأخدلهم عنكم فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الغطفاني يخدل فانطلق هذا الغطفاني للجيش أول ما وصل للجيش بدأ يصيح في الجيش وكان في بعض اللي أسلم من غطفان في داخل الجيش فزبط الوضع فقام هذا الغطفان يصيح في الجيش بأن محمد خرج بجيش عظيم من المدينة متجه لأهاليكم خرج بجيش ثاني مختلف من المدينة متجه لأهاليكم يحتل غطفان طبعا غطفان خرجت لأنهم متحالفين مع خيبر على أنهم يأخذون ثمار خيبر لمدة سنة في يوم شافوا هذا الشخص جاهم بهذا الخبر قالوا لا السالفة فيها أموال فقط خلونا نرجع لأهالينا وديارنا أهم وتخاذلوا ورجعوا لديارهم والحي ما بقي للمسلمين إلا خيبر أمامهم بس كانوا برضو عشر ألاف مقاتل موبسالين فقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في بداية الصبح باقي ما أشركت فصلوا صلاة الفجر وباقي الدنيا ظلامة يعني صلوا صلاة الفجر في أول وقتها وأول شروق الشمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم لحصون خيبر قدموا إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قيفه وبعدها ناظروا الصحابة رضي الله عنه في هذا اليسون الضخمة وكأن قدامهم واجب عظيم جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات وما أضلل ورب الأراضين وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما أذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله فقدموا الصحابة شويتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول هذا الدعاء قبل ما يدخل أي قرية والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم خرجوا بعض فلاحين أهل خيبر خرجوا معهم ماشيتهم ومساحيهم يبغون يرعون بماشيتهم بس ما كانوا يعرفون بأن أمامهم جيش كبير فناظروا فشافوا هذا الجيش الكبير شافوه أمام عيونهم فقالوا والله محمد محمد والله جيش كبير أتى محمد بالجيش فراجعوا بسرعة الحصون هم مقفر على أنفسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خريبة خيبر إنا إذا نزلنا بساحة يقوم فساء صباح المنذرين الحين بدى الجد عرفوا خيبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاهم بالجيش وإنما أمامهم إلا السيف ما في أي طريق ذلك أو إنهم يدخلون في الإسلام فقط فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينتظرون متى يقام الأذن داخل خيبر فإذا أقيم الأذن وقفوا الحر وقفوا الهجوم خلاص انتهى كل شيء وانصدموا بهذا الأمر اللي شافوه بس قبل ما أقول لكم هذا الأمر لازم نعرف كيف طبيعة خيبر الجغرافية خيبر هي عبارة عن حصون كثيرة جدا حصون ونخي بس فيها ثمانية حصون تعتبر هي الأكبر وهذه الحصون موزعة على قسمها قسم فيه خمسة حصون والقسم الثاني فيه ثلاثة حصون الخمسة حصون كانت في المقدمة الثلاثة الحصون الكبيرة كانت في مرتفع وفي الخلف وكان أول هذا الحصون وهي أشدها حراسة حصن ناعم وهو أول حصن راح يفتح من هذا الحصون كامل واللي راح نحكي قصتها الحين طبعا الصحابة كانوا منتظرين هذا الأذن يقام داخل خيبر بحكم أن أهل خيبر هم أهل التوراة ويعرفون قطعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو النبي المذكور في التوراة بأنها النبي الأمي الذي يتكلم بكلام الله فمن باب أولى بأنهم يدخلون في الإسلام لكنهم انصدموا الصحابة بهذا الأمر اللي شافوه أمام عيونه ما هي دقائق بسيطة إلا بالحراس يظهرون من فوق الحصن محاربين أشداء يطلعون من رؤوس الحصون والصحابة واقفين كالجبا وإلا برجل يفتح باب الحصن ويخرج من هذا الحصن فنظر الصحابة إلا وهو كبيرهم وعظيمهم مرحب وكان ملكهم في ذاك الوقت وكان يرقص بالسيف بكل ثقة يرقص ويتمخضر ويتكبر بهذا السيف اللي معاه كان يمشي ويردد على لسانه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلحبوا وقعد يرقص بسيفة يعني جالس يدعو للمبارزة بسيفة بس ما تتوقعون من اللي خرج من المسلمين في ذاك اللحظة خرج عامر بن الأكوح عامر بن الأكوح اللي ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر له وهنا يحكي ولد أخوه سلمها ابن الأكوح يحكي القصة بنفسه يقول يوم انتهى مرحب من الشيخ قام عمي عامر وقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر فوقفوا أمام بعض مستعدين للقتال وبدأ صراخ جيش خيبر من فوق الحصون تعلى وتعلى وبدت المبارزة هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يصد وهذا يضرط فجاء مرحب يبغى يضرب عامر فصد عامر الضربة فطار سيف مرحب صار مرحب من دون سيف والحين القوة في يد عامر فرفع عامر سيفة يبغى يقطع رجل مرحب بس للأسف سيف عامر ما كان طويل ما كان طويل بما فيه الكفاية فمر سيف عامر ولا قطع رجله ورجع على رجل عامر نفسه فصقع السيف في ركبة عامر فقطعها نصف عامر في عين ركبة عامر فطار عامر في الأرض وركبته نصف عامر وهو يصيح ويتألمه تخيل صقع السيف في نصف الركبة تخيل معي الألم يا رجل فانطلقوا الصحابة وأخذوا عامر وسحبوه للخيمة يتعالج وهنا شكوا الصحابة بأن عامر سيموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه ورجعوه للخيمة طبعا جرح عامر ما كان حين وبدت حالته تسوء شيء فشين وبدأ الناس يتكلمون بأنه سيموت منتحر لأنه قتل بسيفه وهذا انتحار لأنه قتل نفسه بنفسه وبطل عمل عامر وبدت الأصوات تتردد بهذا الكلام وفعليا مات عامر بسبب هذا الجرح وكان عامر ابن الأكوع مثل الأب لسلمها ابن الأكوع كان مثل أبوه يقول سلمها ابن الأكوع بكيت بكاء شديد يوم عرفت أن عمي قتل وإن مات بسبب سيفه والناس قاعد يتكلمون بأن حبط عمل وأن عمي انتحر يقول في البكاء اشتد عليها إلى درجة شديدة وبديت أركض وأجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهي مليء بالدموع وبديت أعتقد بأن الناس صادقين فركت للنبي صلى الله عليه وسلم ووجهي مليئ بالدموع وأقول يا رسول الله يا رسول الله الناس يتكلمون ويقولون أن عمي انتحر وإنه في النار يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك فقلت يا رسول الله الناس الناس يقولون كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك إن له أجرين إنه لجاهد مجاهد طبعا من هذه اللحظة بدأ قتال المسلمين لأول حصن في خيبر كان أشد الحصن حراسة منيع جدا فكانوا مقاتلين خيبر يرمون بالنبال وبالسهار والصحابة يأخذون هذا النبل وهذا الحجارة ويردونها على هذا الحصن وهذولا المقاتل جلسوا على هذا الحالة كل يوم صحابة يأخذ الراية جلسوا سبع أيام على هذا الحالة يقاتلون قتال شديد ويرجعون ولك إن صار شيء أفضل في اليوم الثامن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لأبو بكر وأمره بأنه ينطلق فيقاتلون المسلمين أشد قتال خلاص يبغون يفتحون هذا الحصن فما يستطيعون المسلمين أبدا فيرجع أبو بكر بهذه الراية للنبي صلى الله عليه وسلم ففي اليوم التاسع يعطي هذه الراية لعمر بن الخطاب فقاتل عمر بن الخطاب قتال شديد وحاولوا بأنهم يقتحمون هذا الحصن بشبت الوسائل فما قدروا وكانوا مقاتلين خيبر على شدتهم وكثرة أسلحتهم يقاتلون من فوق هذا الحصن ما ينزلون أبدا يرمون بس بالنبال صدق الله سبحانه وتعالى يوم قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ففعليا ما كانوا يقاتلون وجه لوجه إلى يوم كهات وهذا وعندهم مأونة تكفيهم سنين وآبار وسلاح حتى وهم مقاتلين وهم أكثر من المسلمين فانجرح الكثير من المسلمين ومن شدة القتال والتعب وصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عينها وصيب بزي الرمد في عينها كان صعب أنه يشوف فرجعوا من اليوم التاسع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الراية وكأنهم ما سووا شيء أبدا ففي ليلة اليوم العاشر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبيدها الراية لا أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسولها ويحبه الله ورسولها لا يرجع حتى يفتح لها فقاموا الصحابة كل واحد يتزبط ويتأنتك كده ويحاول يبرز نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي يشوفها يحاول يلفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم عسى يكونه يحبه الله ورسوله يعني منزلة عظيمة فقال بريدها ابن الحسين وأنا فيمن تطاول لها كان هو قصير للقامة صار يمشي على روسة صابعة عشان يطول في شوفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئك فتساورت لها رجاء أن أدعى لها يعني بدأت أبرز نفسي للنبي صلى الله عليه وسلم ودائما أظهر للنبي صلى الله عليه وسلم الحين الصحابة كلهم منتظرين اليوم غده ينتظرون النتيجة من هو هذا الشخص العظيم كل واحد يقول يا رب يكون أنا منزلة عظيمة يا رجل في الصحي والصحابة لليوم العاشر من الحصار وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته وأخذ الراية ونصابها في الأرض الصحابة منتظرين كل واحد منتظر النتيجة كل واحد منتزبط ونافق صدره وبينون على ملامحهم الجد والاجتهاد فجأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين علي أين علي بن أبي طالبة عرفوا الصحابة بأن علي في عينه رمض عينه تعبانه يشتكي من عينه فكأنهم حسوا في أنه في فرصة ثانية فقالوا يا رسول الله علي يشتكي من عينه يا رسول الله يعني كأنهم يقولوا لها يعني واحد ثاني عسى يكون أنا بس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدي فجابوا علي للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم علي فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي رضي الله عنه كان بالكادر وجلس يمسع على عيونه ويدعي الله سبحانه وتعالى ففتع علي بن أبي طالب عيونه إلا بعيونه رجعت أحسن مما كانت فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله إنها صارت أحسن مما كانت فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوه ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدين الله بك رجلا واحد خير لك من أن يكون لك حمر النعم فأخذ علي بن أبي طالب الراية ووقف أمام حصونهم ومعهم هذه الراية ومن بعدها صاح فيهم ودعاهم للإسلام وعلى إن موسى نبي المسلمين والموحدين مو المبتدعين الضالين وإنهم يدخلون في الإسلام وإن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بس أنصدم علي بن أبي طالب أن مرحب خرج مرة ثانية بسيفة يتمخطر ويرقص وهو يغني ويقول قد علي متخيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب قد الحروب أقبلت تلا فرد علي علي بن أبي طالب أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاح كيل الشند فخش مرحب بالقتال مباشرة بدأ يقاتل وعلي بن أبي طالب يبارزه بس تبارز من؟ تبارز علي بن أبي طالب والله لأنك وش تكون؟ فرفى علي بن أبي طالب يده فضرب رأسه فإذا برأسه نصفين فطاح مرحب على الأرض ورأسه نصفين أمام عيون محاربين خيبر كلهم فانطلقوا الصحابة بعد ما شافوا هذا الموقع ودخلوا حصونهم وقاتلوهم وبدأ أول حصن ينهار أمام المسلمين وقاتلوا المسلمين وكان القتال شديد ما بين مقاتلين أهل خيبر والمسلمين فخرجوا أخوان مرحب ينتقمون لأخوهم مرحب فراحوا لعلي بن أبي طالب يقاتلونه فقاتلوه حتى كسروا درع ضربوها أربعة من الجنود فكسروا درع علي بن أبي طالب وصار علي بن أبي طالب يحتمي بسيفه يعني استخدم سيفه كدرع يحمي نفسه من الضربات بسيفه ويبارز ويقاتل بنفس الوقت وهو يدافع عن نفسه بسيفه ويدور بيدها الثانية لأي درع ثاني لأي رجل ثاني وهو على هذا الحال مسك بحديدة بس الحديدة هذه ما كانت درعه الحديدة هذه كانت باب الحصن شل هذه الحديدة ورفعها إلا بالأجساد أمام الصحابة ترتفعها إلا بعلي رضي الله عنه بيدها باب الحصن منظر عجيب أمام الصحابة الصحابة يمشافوا هذا المنظر انصدموا من اللي شافوا تخيل الجذة وهي ترتفع في الهواء يقاتل ويدفع العدو بهذا البحث طبعا الصحابة نفوسهم ومعنوياتهم ارتفعت وأهل خيبر انصدموا من هذا المنظر اللي شافوا إش هذا الرجل فبدت معنويات العدو تتكسر وتتحطى معا أنه كان قتالهم شديد جدا فبدوا ينسحبون شيء فشيء من حصن نائم وينحازون إلى حصن الصحب بن معهد الصحابة ما شافوا مثل علي يقاتل هذا القتال الشرس إلا رجل واحد رجل كان يقاتل قتال شرس جدا فنعجبوا الصحابة بعلي بهذا الرجل فواصلوا القتال إلينا الله فتح عليهم هذا الحصن ودخلوا أهل خيبر للحصن الثاني وقفلوا على أنفسهم وانتصروا المسلمين على أول حصن فجو ثمانية رجال من أقوياء الصحابة يبقون يرفعون باب الحصن عشان يشوفون قد إيش قوة علي بن أبي طالب فما قدروا يزحزحون ثمانية من الصحابة فعرفوا بأنها كرامة من الله سبحانه وتعالى بس كانوا منصدمين من قتال هذا الرجل الثاني كان يقاتل قتال شرس جدا فوصل خبر انعجابهم للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن عجبوا بهذا الرجل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار انصدموا الصحابة هو من أهل النار وهو يقاتل القتال الشرس هذا وكان مع جيش علي بن أبي طالب بس السبب راح نكتشفها في الجزء الثاني بإذن الله واللي بنذكر فيه قصة هذا الرجل وفتح المسلمين لباقي حصون خيبر إلينا هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم نشوفكم إن شاء الله في المقاطع الجاية بإذن الله واللي راح تكون أسبوعية إن شاء الله بإذن الله تكون كل جمعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك توحشوني السلام عليكم اشتركوا في القناة